ترجمة نانسي قنقر الحمد لله البحرين لوها بلد صغير الله حباها بموارد من النفط ومن الغاز إن شاء الله تكفينا وتكفي أجيال للمستقبل وفي الآون الأخيرة طبعا كتفنا الجهود في شركة تطوير لزيادة مواردنا النفطية وكذلك الغاز القطاعات الأخرى هي القطاعات التحولية تبدأ من التكرير تكرير الغاز وتكرير النفط والمشاريع البتروكيماوية وهذه لها شركات أخرى معروفة في القطاع النفطي في مملكة البحرين أما شركة تطوير وبالأخص الاستكشاف فالحمد لله عندنا مجموعة من الشباب البحرينيين اللي قملوا بلاء حسنا وأثبتوا جذارتهم وبالعكس يعني هم كانوا وراء الاستكشاف اللي تم إعلانا عنه في 2018 وهو النفط الصخري فالجانب الغربي من البحرين يحوي على صخور هي مصدر النفط اللي عندنا طبعا استخراجه أصعب وإحنا منذ العلان بدأنا في حفر عبار تجريبية وانتجنا كميات من النفط يعني هم يقارب إلى ما يسمى بالعربي الخفيف ما زلنا نعمل في معرفة طبيعة الصخور والجدوى الاقتصادية فالعمل مستمر وإن شاء الله نصل إلى النتائج المرجوة في القريب العائج ولكن إضافة إلى ذلك كان فيه اكتشافات في الغاز الغاز العميق وتم إنتاج آبار تجريبية بنجاح وفي مرحلة الغاز نحن متقدمين شوي أكثر في مجال الاستكشاف الإنتاج طبعا لا تحدياته حق للبحرين حق القديم ولكن ما زال يحوي على كميات كبيرة من النفط فما زال هناك المجال مفتوح للشباب في تطبيق تقنيات حديثة وزيادة الإنتاج وفعلا نحن بدأنا مجموعة من البرامج المشرفين عليها مرة أخرى شبابنا بحرينين وبحرينيات متخرجين من جامعات في البحرين ومن جامعات خارج البحرين ودخلوا في هذه التفاصيل مع شركات عالمية وأثبتوا جدارتهم وعندنا مشروع واحد بالأخص اليوم وصلنا إلى نهاية المرحلة التجريبية بنبدأ في المرحلة التنفيذية لزيادة إنتاج حق للبحرين الحالي أما في الاستكشاف فهي في عدة تخصصات والشبابنا راحوا ودرسوا وتعلموا في الجيوفيزياء في الجيولوجيا في هندسة البترول في الإدارة كل هذه التخصصات اجتمعت اليوم لإدارة نشاط الاستكشاف وكثير من الأنشطة اللي صارت كلها بأياد شباب بحرينيين نجاحات تلو الأخرى حققتها وتحققها مملكة البحرين في أكثر القطاعات حيوية في المملكة وفي المنطقة قطاع النفط مسيرة حافلة امتدت لعشرات السنين وتوجه أبناء البحرين بالاكتشاف النفطي الأخير عام 2018 بكل نجاح الاكتشاف النفطي الأخير اللي تم الإعلان عنه في 2018 هذا يعتبر قصة نجاح للشباب البحرينيين من بداية الفكرة وهي فكرة بحرينية كفكرة علمية إلى تكوين الفرضية بفريق بحريني وهذا الفريق تم اختياره من من الطلبة وتم ابتعاتهم ومتابعتهم أثناء الدراسة ولما رجعوا وتخرجوا تم تدريبهم عمليا في مواقع العمل هذه الشباب البحريني هو نفس الشباب اللي اشتغل على جمع المعلومات وتحليلها ووضعها في موديلات ثلاثية الأبعاد لتكوين فرضية علمية متكاملة ممكن تقديمها في مقترح عملي لحفر أول بار استكشافي هذه كلها تم بأيدي بحرينية طبعا نحن ابتدينا فعليا تدريب الشباب من أول سنة جامعية ليهم خليناهم يكونوا ليوننا في الشركة دربناهم خلال إجازتهم الصيفية للتعرف على طبيعة عملنا وأهمية الاستراتيجية للمملكة واللي قاعدين يشوفونه هو يجز بسيط من عملهم يطابقون فيه لدرسوه وتدربوا عليه خلال الجامعة ونحن نكونوا إياهم ندرس كل العينات اللي نستخرجها من الآبار والطبقات اللي نحفرها بالإضافة إلى أعطاهم مشاريع حقيقية في الشركة ضم كل التخصصات اللي هي الجيولوجي، الجيوفيزيائي، البتروفيزيائي مهندس البترول والإنتاج بالإضافة إلى مهندس قوائل البيانات لم تكن عملية التنقيب والحفر عملية اعتيادية لدى العاملين في هذا القطاع بل تجاوزت إلى الإبداع والابتكار في جميع مراحل الحفر واستخراج النفط الصخري من عمق البحر متجاوزين بذلك جملة من التحديات بكل شغف وإصرار من الأشياء التي تدعو للفخر فعلاً ابتكار الشباب البحريني في عملية تنفيذ المشروع نفسه العمليات التي تخص هذه النوع من الحقول والمعروفة عالمياً هذه دائماً التم في المناطق البرية فالتقنيات الموجودة كلها مناسبة للتنفيذ في المناطق البرية نحن في البحرين هنا أول مرة ننفذ مشروع بهذه الحجم في مناطق بحرية هذه التحدي نقل المعدات المصممة أنها تعمل على البر بمساحات كبيرة وأحجام كبيرة نقلها بطريقة عملية بحيث أنها ممكن تأدي عملها في البحر هنا يطلع بدوع الشباب البحريني في ابتكار طرق جديدة لنقل هذه المعدات عشان تأدي عملها في البحر بشكل عام عمليات الحافر في البحر فيها تحديات كثيرة من ناحية فنية ولجستية طبعاً بئر خليج البحرين الثنين هو البر اللي تام عن طريقة اكتشاف حقل خليج البحرين وكان فيه تحدي كبير بشكل خاص لأننا نحتاجنا نستخدم تقنية التي هي عملية التكسير الهايدروليكي لإنتاج هذا الول في طبقة حنيفة وجبل طويق هاي التقنية طبعاً صعبة التنفيذ في البحر وعشان نتغلب عليها الصعوبة اضطرنا نستخدم فكرة مبتكرة عملية وجديدة علشان نضع المعدات وأوليات العملية على برجات بحرية طبعاً هاي الطريقة ويساعدتنا أن نحن نحقق أهداف وننفذ المشروع بشكل ناجح وبشكل فعال اهتمام كبير أولته المملكة لشبابها المتعلمين والمثقف ليسطروا بجهودهم صفحات مضيئة لمسيرتها النفطية لاقت الدعم والمساندة والاهتمام والتطوير حتى وصلت إلى أعلى المستويات على مستوى المنطقة أكبر حقل النفطي في مملكة البحرين تقوم عليه سواعد وطنية شابة بالابتكار المتميز والإبداع والاحترافية العالية حتى تمكنوا من حفر هذا الحقل في عرض المياه الإقليمية لمملكة البحرين ليكون الأول من نوعه عالمياً لإنتاج النفط غير التقليدي من عرض البحر يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين